أصوات يلتجع المحكمة ولكن يلتجع المحكمة يخسر المصاريف أتعاب المحامية ومصاريف قضائية التي يمكن أن تكون أكثر من المصاريف تجيل التي يريد أن يرجعها عن طريق المحكمة فهذا هذه النقطة مشكلة كبيرة في المغرب لأن الإنسان لا يحترم الواجبات تخلق لعب تقيل مادي ومعنوي على الشخص الآخر يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يرجع إلى القضاء ولكن هذا الأب ما عليه ما به أعطى واحد الفلوس وجاء عنده تغيير في الأسرة وفي العمل ويريد أن يدل بلد من المدرسة أو من مدينة لمدينة يريد أن يرجع المصاريف إذا جاء كل واحد عنده واحد لحق يمشي المحكمة لا يمشي لأنه يخسر كثير ما الذي يجيب يجعل الناس أخرين يتعسفون كيف يريد أن يدخل في هذه الحالة تخسر الوزارة للتعليم هي التي تدخل لكي تضغط على المدرسة لكي تصفت واحد دورية ويجيزيكم بخير بغيناكم تلتازموا الذي لديه شيء ومصاريف للتجيل ويريد أن يردها وما كان هو المتسبب ومتعسف يعني خارج إرادته يعني خارج الإرادة يعني عنده واحد سبب مشروع يجيب أن تردون فلوسه لا يجعل يضطر يلتجأ القضاء حين يجعل القضاء ما غير يخسر الفلوس وغير يسر وقت وما مخرجاش فهمتي؟ والأخور يعجبوا الحال مول مدرسة يقولك ما يمشيش للمحكمة هذاك وانا غير ناخد الفلوس وما يمشي كيبقى الوجوء للوزارة في هذه الحالة الوزارة الوزارة هي كوسيعة القطع اللي عندها سلطة الرقابة هنا صلاحيات كثيرة تمكنا تصفت دوريات بداية السنة أو في نهاية العطلة أو في بداية العطلة استعداد للسنة المقبلة تذكرون ما يجازيكم بخير اللي بغى مصاريف ديالو وما كانش هناك تحسوف وما بداش الدراسة ما بداش تلميذ الدراسة أردوا الفلوسه واللي بغى شهادة الانتقال أو المغادرة أعطيوا الشهادة ديالو للأب ديالو ما قادرش أدي المصاريف ديال المدراسة ديال ابن ديالو ما تخرجوش ولده من دراسة ما تخرجوش من القسم ما تحقروش قدم تلميذ الزمالة ديالو خاصكم تلتجو الأب ديالو أو الأم ديالو يلي تأدي وتخليوا الولد تقرأ ما نحسوش الولد بإنه وراء الولد عنده ماشي وادة كلها موما دارتش ولا قدم زمالة ديالو رأي ممكن تكون عندها آثار وعواقب نفسية على تلميذ في المتقبل إذن ندلو لنتجو القانون ترجمة نانسي قنقر